قال رئيس الوزراء معين عبد الملك إن المجتمع الدولي أمام محكٍ حقيقيٍ للتعامل مع تعنت جماعة الحوثي لرفضها المستمر لمبادرات السلام وتفادي كارثة خزان صافر وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون أن هناك ضرورةً لممارسة الضغوط الدولية على جماعة الحوثي مشيراً على أنها ترفض بشكلٍ مستمر مبادرات السلام من جانبه عبر السفير البريطاني عن إدانة ورفض بلاده لاعتداءات جماعة الحوثي المتكررة على المدنيين مؤكداً أهمية التعاطي الجاد مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام من جانبه شدد وزير الخارجي أحمد عوض بن مبارك على أهمية استكمال تطبيق الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض بما يكفل توحيد الصف الوطني لمواجهة جماعة الحوثي والبدء في عملية البناء والتنمية وقال ابن مبارك خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندر كينغ إن استداف المدنيين في مأرب الصواريخ من قبل الحوثي يفاقم من خطورة الوضع الإنساني ويزيد عدد الضحايا ويقوض الجهود الدولية لإحلال السلام من جانبه جدد المبعوث الأمريكي تنديده باستمرار هجمات الحوثي على المدنيين محملاً الجماعة مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم ترجمة نانسي قنقر